السلام عليكم أعزائي الطلباء هذا الفيديو الثالث والأخير من سلسلة فيديوهات الديانة المسيحية في الفيديوهات السابقة ناقشنا أصول ديانة المسيحية وشفنا عمل بعض القادة أو زعماء المسيحيين الأوائل بالأخص صلتنا الضوء على حياة يسوع المسيح جيزيس كرايس واحتى العالم اليهودي اللي كان اسمه أصال وولنا معروف بالقديس بال واللي كي تعتبر من أهم الرسل في المسيحية وعرفنا بالرسول اللي تقوله رسول في الديانة المسيحية ما كان يعنيوش به رسول من عند الرب ولكن واحد من الرسول ديال جيزيس وكذلك عرفنا الفرق ما بين أباسل وديسايبال وكذلك عرفنا باللي أبال كان له الفضل كبير في نشر الكنيسة المسيحية إلى العالم رغم أن يسوع كان كي بشر بالإيمان الجديد من المدينة المدينة ولكن ما كان عنده حتى شي طموحات دنيوية ولا عالمية قديس بولس لما عمره بلا شاف يسوع بدار رحلات التبشيرية التبشيرية برسل تايزين يعني التبشيرية قام بأربع رحلات حول الإمبراطورية الرومانية يعني السلام اللي فرضوها الرومان في عهد الإمبراطور أغسطس هو اللي يساعد هذا الظروف ولهذا الظروف هي اللي عاونت القديس بولس باش يسافر ويبشر بالمسيحية في جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية لأن ما لكم نقولوا إمبراطورية الرومانية كان يعني وهذه الإمبراطورية اللي رها كبيرة مش غير مدينة ولا الدولة ولا شي مساحة ولا رقعة جغرافية اللي رها صغيرة المواطنين ذي الإمبراطورية الرومانية نجادبوا للمسيحية لأنها يعني احتضنا جميع الناس جوز جنتايلز رجال نساء أحرار عبيد فقراء نبالاء كل شي هاتش اللي يساعد في انتشار المسيحية يعني هات المسيحيين تحددوا القوى الرومانية المقدسة ورفضوا لتحبق رومان دياريز دياريز هما الآلهة ورفضوا يعني رفضوا عبادة الآلهة الرومانية دياريز هما الآلهة باول واز بهادد يعني تم الإعدام والقاطع الرأس دياله على الأرجح في فترة الحكم وحد إمبراطور اسمه نيرو يعني هناك نهضر على باول وراء القديس باوليس إتوك أنتيل دياريز يعني احتل القرن السادس والسابع عاد كل من بريطانيا وإسبانيا تنصروا وله مسيحيات في عام 306 كونستنتين ولهو الإمبراطور وهو اللي بناء الكنائس وهو اللي دار رموز مسيحية في الفلوس يعني من الصك دل الفلوس وللطبع دل الفلوس في كل وقت كان الصك للعمولات هو اللي دار فيهم رموز مسيحية وهو كذلك اللي يعطى يوم الأحد يكون يوم راحة يوم راحة باش الناس تمشي لكنيسة للصلاة من بعده في سنة 380 غادي يجي إمبراطور آخر اسمته ثيو دوسيوس ثيو دوسيوس هو اللي غادي لأول مرة غادي يجعل المسيحية هي الدين الرئيسي ديال روما يعني كآمنوا بالثالوت المقدس الأب والإبن وكذلك الروح المقدس هذو هما الرموز في المسيحية كرموز آخرين بحلماء والنار والخمر وحتى حلقة عطاء الخبز وكان بزات الرموز ولكن هذو هما الأكثر الشهرة الأول هو الصليب ره معروف ثانيا الحمام البيضاء أو اليمام اللي كترمز للروح القدس للمسيحيين كآمنوا باللي راح كين فيهم وديما كتعاونهم كين كذلك هذا الشكل الثالث اللي هو على الشكل السمكة أنا حاولت نعطي أهم المعلومات والإحداث تاريخية في السلسلة التي تتكون من ثلاثة الفيديوهات حول الديانة المسيحية لكن أنتم تقدروا تزيدوا تبحثوا أكثر إلى بغيتهم الفيديو الماجي إن شاء الله سنبدأ الديانة الأخيرة الثالثة وهي الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة